موسيقى السلام عليكم معكم الدكتور هلال يارب تكونوا جميعا في أحسن صحة وأسعة حال نقص المناعة أو ضعف المناعة كتير قوي قوي مننا بيتعرض لحالات ما بيبقاش فاهمها حالات مرضية حبو بتطلع على جسمه كل شوية عنده كحة وعطس والتهاب رئوي تلبك وارتباكات في الجهاز المعوي في جهاز الهضمي ما بيبقاش فاهم ايه السبب وراء يا ترى هو ايدز كتير منهم طبعا من الناس المتابعين الحباب على القناة اي حاجة تظهر من هذه العلامات يقول لك الله احتمال اكون انا عندي ايدز ده انا سلمت مرة على واحد ده انا مرة اعدت على كرسي مش عارف ايه الحاجات دي كلها لكن هي الحقيقة الامور دي كلها في احتمال قوي انها بتكون نتيجة ان منعت الجسم ضعيفة وخصوصا لما تكون الحاجات دي او الاعراض دي بتظهر بشكل متكرر الاعراض دي لما بتظهر شكل متكرر بيبقى لازم فيه سبب من الاسباب وراء هذه الاعراض يا اما فيه اعراض بتظهر نتيجة الحسسية طبعا انسان اللي عنده حسس يضد شيء معين هتظهر عنده الاعراض بشكل متكرر كلما تحسس من هذا الشيء الانسان اللي عنده ضعف في المناعة جهاز المناعي مش شغال بشكل مية في المية برضو ممكن يحصل عنده بعض الاعراض وبناء على رغبة الحبايب انا حبيت اعمل فيديو شبه كامل عن نقص المناعة مش بالزبط متلازمة نقص المناعة او امراض نقص المناعة وانما بصفة عامة ايه اللي بيخلي المناعة بتنقص احيانا بجانب تلك الامراض وازاي نعرف وايه هي الاعراض اللي في غالبا بتحصل وتتكرر لما تكون جهازنا المناعي متخستق شوية وايه هي الطرق اللي نقدر نحسن بيها جهاز المناعة عندنا فخلينا نشوفه العلمكم الخاص هو اهم بند في كل اللي انا اقوله ده لتحسين الجهاز المناعي عندك هو اتباع اسلوب الحياة الصحي فخلينا نشوف الفيديو وممكن تشوف الموضوع بالتفصيل على موقع الطب موقع دكتور هلال دي كده بسرعة الاعراض التي تظهر على الانسان اللي عنده ضعف في المناعة بتاعته الاصابة المتكررة في اي مكان وفي اي عضو من الجسمين الرائتين الشعب الهوائية الجيوب الانفية الاوزن التهابات الجلدية المختلفة والتقيحات اضطرابات طبعا فيه الجهاز الدموي انخفاض صفائح الدم او فاقر الدم مشاكل في الجهاز الهضمي الشعر يتساقط الشعر وسبق وقلنا اي نوع من الاضطرابات الجلدية وايضا الاسهال انواع امراض نقص المناعة اميونو ديفيشنسي سندروم دلوقتي كده نمر نمر كده مرور الكرام على انواع امراض نقص المناعة نقص المناعة دي اما تكون وراثية اما تكون مكتسبة حاجة جديدة اسمها الثانوية النقص المناعة الوراثية اسمها نقص المناعة الاولية ودي بتبقى شيء صعب شوية وبرضو منها نوعين نوع وراثي شديد وعنيف جدا جدا في الغالب بتبقى الجهاز المناعة ما بيقدرش يشتغل على الاطلاق وفي الغالب المولود بيتوفى خلال السنة الاولى من عمره اللهم إلا لو اتعملوا نقل خلايا نخعية ونجحت والحالة التانية من الحالات الوراثية لنقص المناعة برضو بيبقى جهاز المناعة متأثر بس بيشتغل بيقدر يطلع مضادات مناعية لكن مش بقدر كافي ودي بيبقى حلها ان الطفل او المريض بياخد دعم لهذه المضادات بانه بياخد حقن بصورة مستمرة على هيئة حقن والحقن دي اسمها يعني ديت بروتينات معينة اللي هي من بتكون المضادات اللي بتتكون في الجسم في الجهاز المناعة فدول النوعين الوراثيين وبيبقوا زي ما قلت صعب جدا ولا حل ليهم إلا لو كان النوع البسيط ده والواحد او الطفل او المريض بياخد حقن ليهم اما الانواع المكتسبة فاشهرها طبعا الشهرة الكبيرة قوي اللي هو ايه الـ AIDS الـ HIV فيروس نقص المناعة البشرية المكتسب وكلنا طبعا عارفينه وبيأثر على جهاز المناعة وبيدمره تماما لو الانسان ما أخدش العلاج بسرعة وبشكل كامل في انواع تانية من نقص المناعة المصحوبة بالأدوية في حالات معينة الـ autoimmune disorders وما إلى ذلك بيبقى المريض عنده نشاط مناعي ضد نفسه او في حالات مرضية معينة لازم ياخد المريض لازم ياخد أدوية تطبط تهبط تقلل من الرد المناعة عنده في جسمه فبالتالي جسمه بيبقى فيه نقص مناعة بصفة عامة لأنه بتقلل المناعة اللي بتؤثر عليه وبتنتج عنده الحالة المرضية وفي نفس الوقت بتقلل المناعة لأن الأدوية دي بتؤثر على المناعة ككل مش بس المناعة اللي عملاله مرض فبتؤثر برضو على مناعته بصفة عامة فالحالات دي لازم الواحد الطبيب المعالج بيلاحظ حالته وبيلاحظ أي التابات بتحصل أو أي عدوة بتحصل يعالجها بسرعة بسرعة الحالة الثالثة من المناعة المكتسبة عند بعض الناس اللي بيعملوا نقل بون ماروت سيلز بياخدوا نقل نخاع خلايا نخاعية فبتتفاعل الخلايا النخاعية اللي جاية من عند الإنسان الذي أعطى بتتفاعل ضد خلايا جسم الإنسان المستقبل وفي الحالة دي بيضطروا يدولوا أدوية مضادة للمناعة عشان تؤلل من نشاط الخلايا اللي جاية من الشخص المتبرع دي تقريبا الحالات المناعية المرضية جميعا لكن بصفة عامة منعت الإنسان بتتأثر بأمور كتيرة طبعا بقى بسيطة وحلاسة الإجهاد والإرهاق عدم التغذية كويسة الحياة المتكسلة اللي هي يعني الحياة الغير الرياضية أو الحياة الكسولة الأمور دي كلها بتؤثر على منعة الإنسان بشكل مؤقت نقص في الأغذية وما إلى ذلك فدي ملخص لأنواع المناعة جميعا اشتركوا في القناة